نظمت فرق الأغلبية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 5 فبراير بالرباط لقاعا دراسيا تحت عنوان نظام المقصة وحتمية الإصلاح الهدف من هذا اللقاء هو أساسا أن ندخل في إطار المشاورات اللازمة قصد القيام هذا الإصلاح الأساسي لبلادنا بحيث أنه سنتمكن إن شاء الله من خلال هذه الأوراش النقاشية أن نصل إلى تصور متشارك وتشاركي مع جميع الفئات الأساسية في بلادنا شكل هذا اليوم الدراسي مناسبة للمتدخلين من أجل تبدل أوجه الرأي حول إصلاح نظام المقصة من حيث أطارها على الاستثمار وعلى التوازنات المكرو اقتصادية والمقاربة الحكومية لإصلاح الصندوق والإجراءات المصاحبة ودور الطبقة الوسطى في هذا الإصلاح بصنة سبعين مليار درهم لكي يأخذ هذا الصندوق هذا وغد يصبح يأخذ المبالغ بدون أن يحلل المشاكين الإشكال الكبير لكيه الآن كيف يمكن تنازل على هذا الصندوق هذا دون المساس بطبقة الوسطى طبقة الوسطى الآن والطبقة المتوسطة هي استطرح إشكالا كبيرا لأنه في الوقت اللي غد يترفع هذا الصندوق غد يترفع الأسعار بأشكال كبير وخد أدي الحكوم واحد مبالغ مباشرة لدوي الدخل المحدود كان هذا اليوم الدراسي كذلك مناسبة لمناقشة دور المقاولة في إصلاح نظام المقاصة والأطار الاقتصادية والاجتماعية لهذا الإصلاح بجانب دراسة التجارب الدولية في مجال إصلاح نظام المقاصة موسيقى